اشتركوا في القناة ونشأت الزبابة البيضاء أساسا في أمريكا اللاتينية وانتقلت إلى وطننا العربي وجميع أنحاء العالم عبر التجارة العالمية وقد وجدت هذه الحشرة الظروف البيئية الملائمة في وطننا العربي للتكاثر والانتشار فانتشرت بأعداد كثيرة جدا وبأعداد هائلة في جميع نحاء الوطن العربي مما تسبب في خسائر فادحة نظرا لأن هذه الحشرة تكون بنقل العديد من الفيروسات الخطيرة جدا لأنباتات والتي تسبب خسائر فادحة لجميع أنواع المحاصيل الزبابة البيضاء من أصعب الآفات في المقاومة نظرا لقدرتها على الطيران وسرع التكاثرها ولمقاومة هذه الحشرة نتبع سياسة المكافحة المتكاملة وهي تتكون من أولا المقاومة البيولوجية وتعتمد أساسا على الأعداء الطبيعيين والمفترسات الطبيعية لهذه الحشرة ومنها بق القراض وأسد المن والدعاصيق وكثير من أنواع العناكب وهي مفترسات طبيعية لجميع أطوار الحشرة في جميع مراحله ويعاب على هذه الطريقة أن هذه المفترسات لا تمكس في المكان فترة طويلة بل هي كثيرة التنقل وكثيرة الطيران وتنتقل من مكان لآخر ولا تثبت في مكان واحد ويكون من الصعب السيطرة عليه وابقاءها في مكانها ثابت أما الطريقة الثانية من المقاومة الحيوية فهي باستخدام المصايد الصفراء وهي لها كثيرة طريقة فهناك أوراق مخصوصة للمصايد الصفراء تباع في محلات المبيدات الحشرية كما يمكن صناعة هذه المصايد الصفراء باستخدام مواد بسيطة جدا وأنا قمت باستخدام بعض زجاجات الفريغة ذات اللون الأصفر وباستخدام مادة لاسقة قمت بتجهيزها في المنزل وهناك فيديو خاص لتجهيز هذه المادة وسوف أضع لكم هذا الفيديو على الشاشة في نهاية هذا الفيديو ومن عيوب هذه الطريقة أن المصايد الصفراء كما تجذب الزبابة البيضاء تجذب كذلك المفترسات الطبيعيين مثل أضع سوقة أو كما نسميها حشرة أم العيد كذلك تجذب أسد المن وغيرها من المفترسات الطبيعيين فالتسقوا بها ويموتوا إلا أن المصايد الصفراء لها فضل كبير في خفض أعداد هذه الأف عند اجتداد الإصابة وزيادة أعداد الحشر عن المعدل الطبيعي وتعرض النباتات للخطر فهنا لا مفر من اللجوء إلى المواد الكيميائية ويجب الحرص تماما عند رش هذه المواد الكيميائية على اتخاذ جميع وسائل الحماية مثل ارتداء القفازات والنظرة الواقية والكمامة كما يجب وضع بعض قطرات من الصبون السائل على المحلول المجاهز للرش ليساعد على انتشار هذا المحلول على جميع أجزاء النباتات وهناك أنواع عديدة من المبيدات الحشرية المخصصة للزبابة البيضاء وذلك لأن الزبابة البيضاء تطور مناعة طبيعية ضد المبيدات الحشرية فتلجأ الشركات المصنعة لهذه المبيدات لإنتاج أنواع جديدة كل عام لمقاومة هذه الأف وهناك بعض الإجراءات التي يجب اتباعها لمنع تكاثر هذه الزبابة البيضاء وانتشارها على النباتات مثل عدم الاكسار من التسميد الأزوتي فالتسميد الأزوتي يحدث تهيجا خضريا لنباتات وانتشار في النمو الخضري مما يجذب الحشرة كذلك يزيد من محتوى البروتين في عصارة النبات وتفضل حشرة الزبابة البيضاء بعد النباتات عن غيرها فيتهاجم العائلة البازنجانية وكذلك العائلة القرعية بشراسة وتسبب فيها الكثير من الأمراض لما تنقل من فيروسات مثل فيروس مزييك الخيار وتجاعد أوراق الطماطم وتنقل الزبابة البيضاء حوالي 40 فيروس للنبات مسببة له أضرار بالغة كما يجب الحرص على أن تكون النباتات متباعدة بعضها عن بعض حتى لا يحدث تزاحم في النبات وتشجيع الحشر على التكاثر وخلاصة القول في مكافحة الزبابة البيضاء هو البدء فورا في مكافحة الزبابة فورا اكتشاف ظهورها حيث أن بداية ظهور الزبابة البيضاء بأعداد قليلة سوف تتقاصل بسرعة رهيبة مسببة خسار كسر النباتات فالمقامة البيولوجية الطبيعية هي الأنسب في حالة الإصابات الطفيفة كما أن هناك عدة طرق طبيعية يمكن من خلالها تقليل أعداد هذه الحشرة وذلك من خلال رش الصبون السيل المخفف على أجزاء النباتات فهو يطرد هذه الحشرات ويقلل من أعدادها ويمكن استخدام كذلك المكنسة الكهربائية في شفط هذه الحشرة من على أوراق النباتات في نهاية الفيديو أحب أشكركم على حسن الاستماع وياريت ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته